ثالثا مقييس ومؤشرات أخرى للناتج والدخل انتهينا فيما سبق من حساب الناتج المحلي الإجمالي بثلاثة طرق اللي هي طريقة الناتج وطريقة الانفاق وطريقة الدخل والآن نأخذ بعض المقييس والمؤشرات الأخرى للناتج والدخل وهي في الحقيقة مؤشرات ومقييس هم جدا ولهذه المؤشرات اللي هو الناتج القومي الإجمالي الناتج القومي الإجمالي هو مجموع قيم السلع والخدمات التي أنتجها المواطنون حامل الجنسية الوطنية لدولة معينة سواء كانوا داخل حدود الدولة السياسية أو خارجها وذلك خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة طيب يبقى فيه فرق فعلا بين الناتج المحلي والناتج القومي احنا كنا بنقول ان الناتج المحلي هو مجموعة السلع والخدمات اللي انتجت داخل المجتمع سواء اللي أنتجها سواء اللي أنتجها مواطنون أو مقيمين داخل هذه الدولة ولكن يتضح الآن فيه فرق فعلا ما بين المحلي والقومي فالقومي هو مجموعة ما أنتج من سنة ولا خدمات للمواطنين حامل الجنسية الوطنية لدولة معينة سواء كانوا المواطنون دول مثلا داخل حدودها السياسية أو الجغرافية أو خارج حدودها السياسية أو الجغرافية يبقى باختصار شديد طب ما العلاقة بين القومي والإجمالي النتج القومي الإجمالي هو بيساوي المحلي النتج المحلي الإجمالي زائد صافي عوائد عناصر الإنتاج الخارجي المصطلح الثاني اللي مهم جداً اللي هو الناتج المحلي الصافي اللي هو ال-NDP بالنسبة لل-NDP هذا الناتج ما هو إلا الناتج المحلي الإجمالي ولكن بنشيل منه فقط الإهلاك طيب يبقى إذن الناتج المحلي الصافي بيسوي الناتج المحلي الإجمالي ناقص إهلاك رأس المال وقد سبق التحديث عن إهلاك رأس المال طيب المؤشر الثالث أو المقياس اللي احنا ممكن نتكلم عنه بعد كده اللي هو إجمال الاستثمار طبعا إجمالي الاستثمار ما هو إلا صافي الاستثمار زائد إهلاك رأس المال ولو حبينا نجيبها بطريقة أخرى ونقول صافي الاستثمار بيسوي إيه هتقول صافي الاستثمار بيسوي إجمالي الاستثمار ناقص إهلاك رأس المال المؤشر اللي بعد كده اللي هو الدخل الشخصي إذا كان الدخل المحلي يعبر عن عوائد عناصر الإنتاج اللي هي اشتركت في العملية الإنتاجية اللي هي الأجور والفوائد والأرباح والريع نقول إذا كان هذا هو الدخل المحلي فإن الدخل الشخصي يعبر عن الدخل الذي تم استلامه بالفعل ولذلك عند حساب الدخل الشخصي بنكون بخصم العوايد التي لم تتسلمها عناصر الإنتاج زي أقصات المعاشات والأرباح الغير موزعة والضريب على الأرباح من الدخل المحلي الصافي وفي الآخر بنضيف الدخول المستلمة والتي أساسا كانت غير مكتسبة في العملية الإنتاجية زي مدفوعات الضمان الاجتماعي وبذلك نجد أن الدخل الشخصي يساوي دخل المحلي الصافي ناقص أقصات المعاشات التقاعد ناقص ضرائب على أرباح الشركات ناقص الأرباح المحتجزة اللي هي غير موزعة وفي الآخر بنقول زائد مدفوعات الضمان الاجتماعي طيب المقصود بمعاشات التقاعد ما هو المقصود بمعاشات التقاعد طبعا دي حاجة معروفة للجميع إن معاشة التقاعد ما هو إلى نسبة تخصى من الدخل وتخصص المعاشات التقاعد وبالتالي فهي لا تدخل ضمن الدخل الشخصي طيب أما بالنسبة لأرباح الشركات بالنسبة لأرباح الشركات فهي تنقصم في الحقيقة إلى سلاسة أقصام قسم الأول اللي هو الأرباح الموزعة وهو ما يتم توزيعه على المساهمين وده بالطبع طالما يتم استلامه يدخل ضمن الدخل الشخصي القسم الثاني فهي الأرباح غير موزعة محتجزة يعني بطبيعة الحال مش هتدخل ضمن الدخل الشخصي لأنها إحنا بنقول غير موزعة يعني غير مستلمة وهي بمثابة أرباح محتجزة بغرض إعادة استثمرها مرة أخرى يبقى ده القسم الثاني لا يدخل ضمن الدخل الشخصي طيب القسم الثالث الضرايب على الأرباح برضو طارم هذه الضرايب على الأرباح هي تمثل أرباح أن تذهب للحكومة على هيئة ضرايب فهي غير موزعة أو مش غير موزعة غير مستلمة لعناصر الإنتاج التي تشتركت في العملية الإنتاجية وبالتالي لا تدخل ضمن الدخل الشخص يبقى احنا عندنا دلوقتي بالنسبة لأرباح الشركات عندنا ثلاث أقسام الأرباح الموزعة دي بتدخل ضمن الدخل الشخصي لأنه تم توزيع المساهمين خلاص أما الأرباح غير موزعة اللي هي المحتجزة والضرايب على الأرباح طالما لا يتم استلامها لا تدخل ضمن الدخل الشخصي طيب الدخل المصطلح الخامس أو المفهوم لمعدي كده الدخل الشخصي المتاح بنقول أن الدخل الشخصي المتاح هو الدخل الذي يمكن للشخص أن يتصرى فيه بحرية كاملة سواء قيامه بالإنفاق على الاستهلاك أو بالدخار طيب يبقى بنقول أن الدخل الشخصي المتاح بيسوي الاستهلاك زائد للدخار كلام طبيعي طيب يفرض أنا حبيت أجيب الاستهلاك مثلا من المعادلة دي أجيبه إزاي تقولي الاستهلاك بيسوي الدخل الشخصي المتاح ناقص للدخار طيب يفرض أنا حبيت أحسب للدخار أحسبه إزاي تقولي الدخل الشخصي تقولي الدخل الشخصي المتاح ناقص الاستهلاك يبقى إذن دي القاعدة العامة الدخل الشخص المتاح يتم توزيعه إما على الاستهلاك وإما على الإضخار فالدخل الشخص المتاح يساوي الاستهلاك زائد الإضخار فبفرض أن أنا حبيت أطلب منك الاستهلاك تقولي الاستهلاك بيساوي الدخل الشخص المتاح ناقص الإضخار طيب يفرض طلب مننا الإضخار لو طلب مننا الإضخار نقولي الإضخار بيساوي الدخل الشخص المتاح ناقص الاستهلاك طيب بنقول الدخل الشخص المتاح إزاي بينطلع الدخل الشخص المتاح من الدخل الشخصي كيف نطلع الدخل الشخصي المتاح من الدخل الشخصي فقط إذا جبنا أن الدخل الشخصي المتاح يساوي الدخل الشخصي ناقص ضريبة الدخل اللي هي الضريبة المباشرة ناقص الضريبة المباشرة طيب ويمكن أن نلخص تسلسل الحسابات القومية في الجدول التالي قدامنا دلوقتي مثال افتراضي لبيان كيفية تسلسل الحسابات القومية في اقتصاد ما بالمليون دولار احنا دلوقتي بس هي كل الفكرة هنا هو ده مش تمرين ولا اي شيء ولكن بس مجرد نموذج مبسط لتسلسل الحسابات القومية في اقتصاد ما لأي دولة معينة من الدول وليست يعني تمرين مطالبين به ولكن مجرد ان احنا بنفهم الحسابات بتطلع ازاي من بعضها البعض بنقول لو عندنا مثلا في اقتصاد ما ان النتج المحلي الاجمالي لهذه الدولة مثلا يعني كان الف مليون دولار طيب وكان اهلاك رأس المال خمسين يبقى انا اجيب ازاي ناتج المحلي الصافي يبقى ناتج المحلي الصافي بيجي من الناتج المحلي الاجمالي ناقص اهلاك رأس المال احصل على الناتج المحلي الصافي اللي هو طلع منها في المثال الافتراضي تسعمائة وخمسين مليون دولار طيب افرض ان الدرائب غير مباشرة خمسين يبقى اشيل او اطرح الدرائب غير مباشرة من الناتج المحلي الصافي عشان احصل على ما يسمى بالدخل المحلي الصافي يبقى الناتج ناقص الضرايب أحصل منه على الدخل يبقى الناتج المحلي الصافي ناقص الضريبة غير المباشرة أحصل من خلال هذا من خلال هذه القاعدة على الدخل المحلي الصافي اللي هو هيبقى في هذا المثال 900 طيب الدخل المحلي الصافي الدخل المحلي الصافي لو شلت منه لو طرحت منه الأرباح غير موزعة وطرحت كمان ضرايب على الأرباح وطرحت كمان أقصت معاشات التقاعد وأضفت مدفوعات الضمان الاجتماعي هحصل في النهاية على الدخل الشخصي فبقود دلوقتي الدخل المحل الصافي 900 لو شلت منها وطرحت منها 40 وطرحت 30 وطرحت 50 وبعدين أضفت 40 هحصل على 820 820 اللي هو دي الدخل الشخصي الدخل الشخصي لو أنا شلت منه وطرحت منه الضرائب على الدخول اللي هي هنا 70 هحصل على الدخل الشخصي المتاح الدخل الشخصي المتاح بيسوي هنا في هذا المثال البسيط 750 مليون دولار طيب 750 مليون دولار دولهما دخل شخصي متاح أعمل فيهم إيه؟ قال لك والله بيتم توزيحهم على الاستهلاك الخاص وعلى الإضخار كما نرى في المثال المبسط فكان الاستهلاك 650 أما الإضخار كان نصيبه مئة فقط